شددت الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالية الجنوبي بأن أحداث كريتر الدامية وحادثة التفجير الإرهابي الذي تعرض له المحافظ لملس والوزير السوقطري جرائم لن تسقط بالتقادم جاء ذلك خلال اجتماع لها برئاسة رئيس الجمعية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك ولفتت الهيئة الإدارية للجمعية بأن قيادة المجلس الانتقالي لن تثني ومن خلفهم أبناء الجنوب من التراجع عن تحقيق الهدف المنشود المتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة هذا ووقف الاجتماع عمام نتائج اللقاءات التي عقدها فريق الحوار الوطني الجنوبي مؤكدا على أهمية مواصلته في الداخل وصولا إلى التحقيق اللحمة الجنوبية إلى ذلك تم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي للجمعية الوطنية واتخذ ما يلزم بشأنها